استكمالا للنهج التعليمي في إمارة الشارقة اطلعت الشيخ بدور بن سلطان القاسمي المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كلمات على خطة سير مبادرة لغتي المتمثلة في تعزيز التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية لطلبة الإمارة جاء ذلك خلال زيارتها مع معالي جميل المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام إلى روضة الدراري بالشارقة مشيرة إلى أن إمارة الشارقة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تعزيز ريادتها المعرفية والارتقاء بالمستوى التعليمي والفكري لأبنائها وأيضا في المحافظة على تفوقهم واعتزازهم بلغتهم العربية أشكر أسم الشيخ بدور بن سلطان القاسم معالي الوزيرة جميل المهيري على زيارتهم للإطلاع على كيفية تنفيذ مبادرة لغتي في رياضة الأطفال والحمد لله رب العالمين هذا هو المعلمة متفاعلة مع البرنامج والمعلمة هي اللي تخلق جو التفاعل مع البرنامج ومع الطلبة حاليا نحن في المرحلة الثانية من المبادرة كون المرحلة الأولى كانت على رياضة الأطفال وانتهينا منها والحين المرحلة الثانية هي الصف الأول وطبع المبادرة بدأت عام 2013 ونحن ماشيون فيها بإذن الله لين الصف الخامس وخلال الجولة التفاقدية التي جاءت بهدف متابعة مدى استفادة أجيال المستقبل من هذه الأجهزة اللوحية الذكية المحتوية على تطبيق حروف المعد من قبل الشركة التعليمية المبتكرة التابعة لمجموعة كلمات للنشر أكدت الشيخ بدور القاسمي أن الاستثمار التعليمي بلغتنا العربية هو ضمان تقدمنا والحفاظ على هويتنا والمكانة المتميزة التي وصلت إليها دولة الإمارات نحن قدرنا نوظف البرنامج في كده جهة وأثرين بها المناهج فالمعلمة استخدمت البرنامج في إثراء التنمية اللغوية للطفل المعلمة استخدمت البرنامج في تهيئة الطفل لأي موضوع في الحلقة المعلمة استخدمت البرنامج في استبدال قصص كثيرة من المنهج القديم يذكر أن مبادرة دعم التعليم باللغة العربية بوسائل ذكية في مدارس الشارقة تأتي من أجل تعزيز الهوية الوطنية وإيجاد جيل فخورا ببلده وأمته وحضارته العربية والإسلامية والمحافظة على اللغة الأم وتحبيبها إلى الأطفال بطريقة عصرية علمية مبسطة مبادرة لغتي تبرز مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بأطفال الغد ومستقبلهم من خلال تعزيز لغة الضاد في نفوسهم باستخدام أحدث الوسائل والأجهزة الذكية لأخبار الدار ريم عيسى الشارقة